بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اتمنى يا رب ناس كلكم بخير ان شاء الله النهاردة هيكون معكم ان شاء الله بش مهندس محمد البدري في شرح مادة الكمبيوتر ان شاء الله المادة بتاعتنا هي الجزء الاولاني او البارت الاولاني الكمبيوتر هارد وير اند سوفت وير الكمبيوتر ما بينهم علشان الناس تبقى فاهم يعني ايه كمبيوتر ايه الكمبيوتر بتاعته هنا بيبدأ ايه هي الجنيريشنز بتاعته ايه هي الكمبيوتر الاساسية وبيتكلم اكتر عن الهارد وير ان شاء الله بعد كده هتلاقيه بيتكلم في الكمبيوتر هيبدأ يكلمك اكتر عن بتاع الكمبيوتر ماشي ازاي وايه اللي موجودة وازاي ننهانس البرفورمانس وازاي نعلي بتاعت اه كل موجودة في الجهاز بتاعك تمام? فخلينا نبدأ كده مع بعض ونشوف المنهج بتاعنا بيتكلم في ايه? اول حاجة هنا بيقول اه الكمبيوتر تمام? او ده الشكل اللي انت بتشوفه في الكمبيوتر بتاعنا اللي هو اللي موجود يعني. فطبعا اه بيقول لك دي شوية اسئلة هو بيبدأ يسألها هل يعني هل السعر بتاعه ده ما ينفعش اقول على حاجة ان هي غالية. هي بتقدم لي ايه? هل الحاجة اللي بتقدم هالي دي مناسبة للسعر اللي بيندفع فيها ولا لأ? تمام? يعني ما فياش اقول في المطلق الحاجة دي رخيصة. تمام? ما فياش اقول الحاجة دي مسلا اه بعشرة جنيه او بعشرة ريال فهي رخيصة. لأ ما هو ممكن اصلا يكون تمانع الحقيقي ريال او اتنين ريال. تمام? فاذا هو الحاجة دي بتقدم ايه? الحاجة دي بتكلف كام? فبالتالي اقدر اقول هي ولا لأ? يعني تستاهل الفلوس اللي بتندفع فيها ولا لأ? تمام? آآ يعني معناها انه هينتهي او يعني هيبقى حاجة حاجة قديمة يعني في التطور بتاعنا مسلا ما ينفعش تجيب جهاز وتبقى مضطر بعد ست شهور او سامنك تغيره. اه لو انت عندك الرغبة انك وتطور ما فيش مشكلة. بس وهو يبقى يصلح للاستخدام. يعني بمعنى صح يصلح انك تبيعه. في حد غيرك ممكن ياخد دي منك وانت تقدر تكمل وتجيب الفرجين الاعلى. لكن هو ما يبقاش لدرجة انه هو ما ينفعشي ان حد يستخدمه تانيا. طيب هو بيقول ليه احنا بندرس الكمبيوتر اكتكتشور? اول حاجة من ناحية اليوزر. اليوزر عشان يفهم السيستم كباباليتي يعني عشان تبقى فاهم ايه هي الامكانيات بتاعت الجهاز ده? وايه العيوب بتاعت الجهاز ده? احنا لو بتكلم من وجهة نظر الايه? اليوزر. علشان يقدر ياخد قرار في الحاجة اللي هو هيشتريها. يبقى عنده اه القرار بتاعه سليم او القرار بتاعه مبني على صحيحة ان هو يقدر يكرر انا هشتري ده ولا لأ? تمام? عشان احسن تمام? علشان يبقى فيه ما بين الناس اللي ايه? اللي بتستخدم ايه الاجهزة دي? وفي نفس الوقت يبقى عندهم وعي كافي بالتكنولوجي اللي موجودة والتطورات اللي بتحصل فيها. من ناحية يعني ليه بقى لو حد هيدرس اول حاجة عشان يفهم الماشين اللي هو بيتعامل معها. علشان يبقى عنده الوعي الكافي للعيوب اللي موجودة فيها والامكانيات اللي موجودة علشان يقدر يبني عليها ويحسن من بتاعت الماشين اللي قدامه. تمام? علشان كده بيقول عشان يقدر يكاريت تمام? لكل هو عاوز يعملها. تمام? على حسب الايه? على حسب الحاجة. تمام? في نفس الوقت ان هو ايه? يانهانس اللي ايه? الجهاز بتاعي. طيب من ناحية السيستم اركتكت او السيستم اناليست. عشان يسبيسفاي كمبيوتر سيستم تمام? اول حاجة يخلي الجهاز بتاعك فيه الكمبوننت وفيه الكل الحاجات اللي تؤاهله ان هو يشغل الابليكيشن. يعني تخيل كده ان هم بيصنعوا آآ لابتوب مثلا وبعد ما صنعوه اكتشفوا ان هو فيه مشكلة ما مش هيشتغل مش هشتغل ويندوز. هل هيتبع? وقال لهم مسلا ده اخروا يشغل بس. لا طبعا مش هيتبع. والعكس صحيح. لو اتقال او اتعرف ان الكمبيوتر الفلاني كان فيه عيب معين بيشغل ويندوز بس ما ينفع شغل او يونيكس. طبعا الناس مش هترضو. تمام? لان انا وارد في اي وقت من الوقات احتاج ان انا اشغل حاجة زي كده. او على الاقل فيه ناس كتير او فيه جروب كبير هي ايه? هيبعد عن ان هو يشتري الجهاز ده. تمام? طيب علشان التاني حاجة. تمام? about system ايه? strategy. علشان يقدر ياخد ايه قرارات سليمة او قرارات ذكية في تطوير الايه? السيستم بتاعه. طيب ايه بيكمل كلامه برضو على نفس الجزئة اللي فوق. من ناحية السيستم او المانجر. علشان ويكونفجر ويصين ويطور الكمبيوتر سيستم. علشان يماكسمايز الافيلابيلتي والافيشنسي. طبعا لو حد بيتكلم عن ان هو بيطور السوفتوير بيطور السيستم. هو طبعا عايز يكون في الماكس افشنتي دايما. تمام? اه اوبتمايز البرفورمانس. طبعا البرفورمانس بتاعك ما ينفعش تقول انه هو يعني ايه ده اعلى حاجة في الدنيا. لا. انا مش هروح اجيب جهاز امكانياته اعلى حاجة في الدنيا. انا بعمل ايه? يعني انت كطالب انت عايز تجيب جهاز تذاكر عليه مسلا يعني مسلا تذاكر بس بغض نظر عن الجيمينج والحاجات اللي زي كده. اكيد مش هتروح الجهاز مثلا في ارتي اكس مش عارف كام يعني. الموضوع مش مستهل كده. خلاص. يبقى نفس الكلام. هو بالنسبة له هو عايز يوبتمايز البرفورمانس. ايه يا جماعة كلمة دايما كلمة معناها اللي هو الحاجة اللي ايه? على قد اللي بيعمله ده هو احسن حاجة. يعني لما تيجي تقول ايه? ان انا عايز مسلا اه موبايل اه تمنوا اه مسلا ايه? الف ريال مسلا. فيقول لك ايه? الموبايل الفلاني في ست موبايلات تمنوا الف ريال. يقول له بس لا بس ده يعني اكتر واحد لو دفعت الارف ريال فيه هتاخد بها امكانيات. فدي الاوبتمايزيشن. تمام? ان انا ادي لك اعلى حاجة على قد الانكانيات وعلى قد البودجت اللي محتوطة ليه الديفايس ده. والتاني حاجة يأكد عليها هي الايه? السيستم سيكيوريتي طبعا. بعد كده الويب سيرفزيز ديزاينرز الناس اللي بتعمل الويب ابليكيشنز. طبعا يوبتمايز الكاستمر اكسيسابيليتي. تمام? علشان يقدر يأكسس الويب سيرفر. الويب سيستم كونفيجريشن. علشان يتوافق مع الاجهزة بتاعتنا. تمام? ان هو يقدر يلوجن عليها وان هو يقدر يبنج وان هو يقدر يعمل اي حاجة موجودة على السيستم ده ايا كانت ايه المطلوب منها. بيسلكت الابروبيت داتا فورمات تمام? البيتج ديزاينز شكل البيتج عامل ازاي? عشان تظهر بالشكل الملائم. يعني ممكن الناس تبع عندها المعلومة دي اقعدتها قبل كده. ممكن لو انا عملت ديزاين للبيتج انها تتناسب مع لابتوب ده ما اجي عرضها على الموبايل الاقيها غير ملأمة تماما الاقيه شكلها غير منطقي بالمرة. تمام? فبالتالي لازم اكون بالسيستم اللي انا بتعامل معاه او السيستم اللي هيشتغل على الويب سايت بتاعي. طبعا ايه? طيب الويب براوزر ايه هي استخدام الويب براوزر? طبعا اه انا هنا تمام? سعيد ومبسوط انت كده. تمام? اه بيدخل على حاجة اسمها من الاخر اللي احنا بنقول عليه اللينك. تمام? اللي هو مسلا بتلاقيه باتش تي تي بي وبعد كده يكمل. تمام? اه فاللينك اللي انت بتعمله ده ده لينك حد بعته لك مسلا. فانت بتاخد اللينك ده بتنسخه. تمام? لو عايز تفتح اللينك ده بتعمل ايه? بتروح هنا بقى على الويب براوزر. وليكن مسلا اه جوجل كروم مسلا. تمام? فيبقى ده اسمه يو ار ايل. وبعد كده عندك ويب براوزر. تمام? الويب براوزر ده هو يبقى الويب براوزر ده بيصنف ان هو ايه? بقى. تمام? الابليكيشن ده هو اللي بيعمل ايه? بيعمل يعني ايه او او بيحول اللينك لما يناسبه بحاجة اسمها الاي بي. الاي بي ده بتاع الويب سايت اللي انت عايز تروح له. يعني مسلا انت عايز تروح لفيسبوك. فانت بتكتب www.facebook.com تمام? طيب هو موقع فيسبوك بوسط المواقع او وسط شبكة الانترنت معروف ان هو اسمه فيسبوك اطلاقا. هو ليه اي بي معين? وليكن مسلا اربعة دوت اربعة دوت كزا يعني هي عبارة عن ارقام يعني. زي ارقام انت بتشوفه على الروتر اللي هو واحد تسعة تنين دوت واحد ستة تمانية دوت واحد دوت واحد. فالفيسبوك ليه رقم زي ده كده. تمام? فهو ده الرقم بتاعه ده اللي هو معروف بيه. هو مش معروف ان هو اسمه فيسبوك. ولكن احنا كبني ادمين بقى يعني كاشخاص هنتحب نتعامل بالارقام ولا بالاسماء? لا طبعا بالاسماء. فعلشان كده بيبقى وظيفة الويب براوزر هنا ان هو ياخد الرقم الاسم اللي انا كتبته زي ما كتبته بالزبط. وبيحوله بعد كده للاي بي الاي بي المناسب للايه للويب سايت اللي انا بسيرش عليه. فبيعمل حاجة اسمها بيج ريكويست مسج بيبعت ريكويست للبيج اللي هو عاوزها. بيمشي طبعا سواء كان بقى هنا فيه كابل كابل نت بقى سواء كان كابل كابلات القديمة اللي هي النحاس او كابل او ايا كان كومينيكيشن ايا كان يعني. بيروح على الويب سيرفر. الويب سيرفر ده بقى يعني مسلا ايه? ده الفيسبوك آآ بلدنج بسلا. ده مبنى بتاع الفيسبوك. تمام? هم عندهم سيرفر فيه الداتا اللي انت عاوزه. بيستقبل بتاعك. تمام? بيتشيك ويتأكد ان انت 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 تمام انت الشخص يعني اللي انت بتطلب الحاجة دي مظبوط. وبعدين يعمل ايه? عليك بيه الاشتيم الفايل او ايا كان الحاجة اللي انت بتطلبه. طيب بعد كده بيتكلم عن آآ 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 فبيتكلم عن الايمبوت. ايه هي الايمبوت? الكيبورد الماوس سكانر. تمام? ايا كان. احنا عندنا السي بيو. السي بيو ده هيبقى بعد كده هنتكلم عنه بالتفصيل. بس خلينا نقول اختصارا كده ايه هو السي بيو? السي بيو هو اختصار كلمة سنترال برو سيسنج يونت. يعني وحدة المعالجة المركزية. يبقى سنترال برو سيسنج ايه يونت. وحدة المعالجة المركزية دي بتتكون من تلات حاجات. اول حاجة اللي انتو دايما عارفينها اللي هي الكنترول يونت او مجازا اللي انتو بتقول عليها البروسيسور. مجازا اللي احنا نقول عليها الايه? البروسيسور. يبقى البروسيسور بتاعنا اللي احنا بنتكلم عنه ده. تمام? هو الكنترول يونت اللي جوه السي بيو. تمام? وبعد كده بيبقى فيه جنبها حاجتين تانيين بيبقى جنبها حاجة اسمها بيبقى جنبها حاجة اسمها اللي هي دي المسؤولة عن كل العمليات الحسابية والمنطقية اللي بتتم جوه الجهاز بتاعك. تمام? اي عملية حسابية اي عملية منطقية هتتم جوه الجهاز بتاعك هتتم جوه مين? هتتم جوه تمام? طيب اه جميل جد. اه بعد كده بيبقى فيه هنا حاجة اسمها لايه? الميموري بقى. تمام? وهيبقى لنا بعد كده ممكن نتكلم بالتفصيل ايه هي الميموري. تمام? وايه الفرق ما بينها وما بين والكصة دي كلها. طيب بعد كده بيبقى عندنا اللي هي الشاشة بتاعتي. البرينتر الفاكس ايان كانين. اه هنا بقى طيب كويس انه هو لها. تمام? فخلينا نقول. انا فوق هنا قلت ميموري. وهو تحت هنا قلت ستوريج. بص ايه الفرق ما بين الاتنين دول. بكل بساطة بكل بساطة خالص. انت معك موبايل. تمام? الموبايل بتاعك ده لو جيت تسرش هتلاقي فيه حاجة اسمها الرامات. تمام? ايه الرامات دي? الرامات دي بتسمى الميموري. بتلاقيها مسلا تمانية جيجا بايت رام. تمام? وفي حاجة اسمها الاستوريج. ايه الاستوريج دي? لما تيجي تقول انا الجهاز بتاعي مية تمانية وعشرين جيجا. او متين ستة وخمسين جيجا. اه دي اسمها التخزين. تمام? يبقى استوريج? ده مقصوب بتخزين دائم. تخزين ايه? دائم. ولكن ميموري دي اسمها زاكر التخزين بس مؤقتة. يبقى لفظ ميموري عندنا بيروح للرامات. تمام? سيبك بقى من انت ايه بتقوله ايه? هي الميموري قد ايه? فيقولك الميموري متين ستة وخمسين رامات. لأ. خلاص بقى خلينا نبدأ دلوقتي. احنا ناس بنفهم كل حاجة اسمها الصح ايه. تمام? فلما جاقول الميموري قد ايه? يبقى مقصود بكلمة ميموري هنا الرامات. الرامات بتاعتك قد ايه? الرامات دي متين ستة وخمسين جيجا. اه تمانية جيجا اربعة جيجا اتناشر ستاشر. دي بقى انا هنا بتكلم لفظ ميموري على ايه? على الرامات. لكن لما اسألك الستوريج بتاعتك كام? اه يبقى الستوريج دي هي واحدة التخزين الخارجية. تمام? اللي هي بتخزن الداتا بتاعتك انت. لكن الميموري هي واحدة التخزين الداخلية. هي بتخزن الداتا اللي البروسيسور محتاجي يشتغل عليها دلوقتي بس. ملاهاش علاقة بكل الداتا اللي موجودة في الجهاز بتاعك. جميل. اه بعد كده بيقول اه كمبيوتر نتورك الشكل اللي قدامنا ده. هنا اه مجموعة اجهزة. تمام? مجموعة الاجهزة دي متربطة بسويتش هنا. تمام? او ايا كان يعني. ومجموعة اجهزة تانية ومجموعة اجهزة تالتة ومجموعة اجهزة رابعة. كل الناس دي كلها بتتجمع مع بعضها على روتر بعد كده. وعندي شوية سيرفرات علشان الناس دي تكونكت عليها وكل واحد يوصل ايه? للداتا اللي هو عاوزه. طيب الكمبيوتر بتاعنا بيتكون من ايه? تمام? وخلي بالك هنا بيتكلم عن الكمبيوتر مش بيتكلم عن الكمبيوتر ديفايز. الكمبيوتر ديفايز هو بتكون من تلات حاجات اساسية. الامبوت اوتبوت السي بي يو الايه? تمام? لكن الكمبيوتر سيستم يعني بص هنا تمام? هو هنا كان المفروض يقول ان دي ان دي بتاعت الايه? بتاعت الكمبيوتر. خلاص? لكن هنا ده الكمبيوتر بايه? الكمبيوتر بتاعت السيستم بتاع الكمبيوتر. الهاردوير والهاردوير اتكلمنا عنه فوق. سواء كان او 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 بروسيسور. بعد كده السوفتوير مسلا الويندوز او هتشتغل او انت معك مسلا ابل فهتشتغل ماك. تمام? ما كنتوش. فده اللي على الجهاز بتاعك. تمام? اه بعد كده. يبقى احنا قلنا بعد كده اه مثلا زي مسلا مجموعة تمام بكل البرامج اللي فيها اه فيفا مسلا لو حد بيلعب اه فيفا او بيس او اي ان كان. الكل دي اسمها ايه? ايه? بيشتغل على ايه? بيشتغل على الوبراتنج ايه? بيشتغل على الوبراتنج سيستم. الداتا الداتا اللي موجودة بتاعتك كل ما يخصك انت من صور من فيديوهات من جيمز من برامج من كل حاجة عندك. تمام? دي اسمها الداتا. في داتا ليك وفي داتا للسيستم. يعني فيه داتا للسيستم يقرأ منها علشان يقدر يشتغل. تمام? وفي داتا بتاعتك انت اللي هي البرسنال ايه? البرسنال داتي. الكوميونيكيشن. الكوميونيكيشن بالنسبة لنا ممكن تبقى اه كارتة الواي فاي البولوتوس اللي موجود. اليو اس بي. تمام? الحاجات اللي هي بتخليك تقدر ايه? تكوننكت مع ايه? مع ايه? مع الاضر ديفايسز. بعد كده بكلمنا عن الهاردوير كومبوننت اهو بيقول الانبوت او ديفايس. تمام? وهتلاقي هنا بالتفصيل اهو اتحو اوضحها لك. قالك ان فيه عندنا حاجة اسمها وعندنا حاجة اسمها الايه? الميموري. فكده خلاص بقى واضح صريح ان فيه فرق ما بين كلمة وفرق ما بين كلمة ايه? تمام? تمام? اهو دي خلينا اقول لك اهو. ده زي بتاع الجهاز بتاعك. تمام? الهارد بتاع جهاز. لكن الميموري ده مين? ده الرام. تمام? والمفروض في حاجة اسمها الايه? الروم جنبها. بس بصورة يعني اضق يعني او بصورة ابسط للناس. الناس دايما بتطلق عليها ايه? الرام. بلك عندنا السي بي يو. والسي بي يو تكون من ثلاث حاجات. خلاص انا قلتها فوق الايه والكنترول يونت. والمفروض الايه? الميموري. تمام? الميموري هنا او الايه او الكاش. تمام? بس مش فرقة. يعني المفروض الميموري دي مع الايه? مع السي بي يو. اه برسنال كمبيوتر سيستم. تمام? يبقى ده جهاز بتاعك انت. فهتلاقي هنا هو اهو بص كده سي بي يو ميموري. تمام? اه حط الميموري دايما جنب الايه? جنب السي بي يو. تمام? هي بتبقى جنبه او هي بتبقى جوه السي بي يو اصلا من ضمن الكمبوننت بتاعته. بعد كده الامبوت اوتبوت انترفيس. تمام? الحاجات اللي بتوصل معي. الماوس الكيبورد. الشاشة. اه كل الحاجات اللي متوصلة معي. وبعد كده في عندي مخرج للبرينتر. في مخرج للسبيكر. في السي دي او الدي في دي. كل الحاجات دي ليها ايه? ليها الحاجات انها ايه تكون اكت معي. اه بيتكلم ال سي بي يو انترنال بروسوسينج يونت. بيتكون من اول حاجة الايه اليو. الايه اليو اختصر كلمة يعني الواحدة يونت يعني واحدة حسابية ومنطقية. فدي اسمها وحدة العمليات الحسابية والايه والمنطقية. اي عملية حسابية اي عملية منطقية هتتم جوه مين? جوه الايه اليو. الكنترول يونت ده المخ بتاع الجهاز تمام ده وحدة المعالجة بتاعت الجهاز ده الوحدة المركزية تمام ده المخ بتاعنا المخ بتاع الإنسان اللي هو بقى بيعمل ايه بيصدر أوامر لكل حاجة أنت عاوز تقول كلمة لازم الإشارة بتاعة الكلمة دي تطلع من المخ تروح لللسان اللسان يتحرك بشكل معين علشان يطلع الجملة دي تمام لازم علشان تحرك إيدك يطلع إشارة من مخك العصب بتاع إيدك انه يبقى إذن أي أمر لأي عملية بتتم في جسمك سواء كانت إرادية أو لا إرادية الأمر ده بيبقى طالع منين؟ من المخ بتاعك أنت يبقى نفس الكلام هنا الـ Control Unit هو ده المخ بتاع الجهاز أي أمر لأي عملية سواء كانت كبيرة أو صغيرة سهلة أو معقدة أي أمر اللي تنفذها هو مش هينفذ العملية يعني يفرق في الكلام هو مش هينفذ يعني أقول إيه؟ أي أمر لأي عملية هتتنفذ هتطلع من الـ Control Unit الأمر لكن مين اللي هينفذ بعد كده؟ لا عادي بقى ممكن إيه؟ أي حد هو ينفذ العملية دي على حسب الأمر ده رايح لإيه؟ تمام؟ يعني فيه أمر بيطلع من المخ للإيد فتتحرك أمر يطلع للرجل فالرجلة تتحرك دي بس الأوامر كلها طلع من المكان واحد وهو إيه؟ المخ بتاع الإيه؟ بتاع الإنسان فشبهوا هنا الـ Control Unit جميل بعد كده الإنترفيس يونت الإنترفيس ده بين الإنستركشن والداتا ما بين السي بيو وإيه؟ وباقي مكونات الجهاز عامة تمام؟ طيب مثال على الإنترفيس يونت ده هنعرف بعد كده نفيه عندنا حاجة اسمها البص تمام؟ البص يعني زي ما بتقول أنت هي هركب البص تمام؟ فالبص ده اللي هو الأوتوبيس تمام؟ فنفس الكلام البص جوه الكمبيوتر هي عبارة عن مجموعة الكابلات مجموعة الوايرز تمام؟ هي Bundle of wires تمام؟ أو Group of wires تمام؟ اللي هي وظيفة هي تنقل البيانات ما بين مكونات الجهاز وإيه؟ وبعضها تمام؟ يبقى البص هو المجموعة الكابلات مجموعة الوايرز المسؤولة عن نقل البيانات ما بين مكونات الجهاز وايه ما بين مكونات الجهاز وبعضها كده بتكلم عن تمام فبقول هي تمام ووركينج آآ استوريج تمام آآ 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 اند رام خلاص كل دي اسماء خلاص نركز على كلمتين خلاص سيبك من كلمة دي خلينا نركز على كلمتين برايمري ورام اول حاجة ليه برايماري بصوا برايماري لان هي اسمها الزاكرة تمام الاساسية يبقى برايماري ده المقصوب بيها ان هي الزاكرة لايه الاساسية خلاص طيب ووركنج يعني العاملة يعني اللي شغالة باستمرار يعني تمام وقلتلك احنا بكل بساطة بندي رمز الميموري لحاجة اسمها لايه الرام تمام وهو هنا برضو مشكورا قالك ان معنى كلمة رام يمكن هيبقى لينا وقفة لها بعد كده هي اختصار كلمة رام يبقى اختصار كلمة راندم والايه هو اختصار كلمة اكسس والام هي اختصار كلمة ميموري والراندم اكسس ميموري لو عايز تعرف معناها بالعربي اسمها الزاكرة الوصول العشوائي يبقى اسمها زاكرة الايه الوصول العشوائي ثانية واحدة كده هل معنى كلمة زاكرة الوصول العشوائي ان الرام دي عشوائية لا بالعكس الرام دي منظمة جدا ولكن تشبيه مش اكتر لحد ما يجلنا وقت بس بعد كده ان احنا ان المكان اللي الرام بتتحرك منه هو مركز الدايرة هنا فانا هفترض ان ده بداية الرام دي البداية تمام فمعنى كده ان انا ممكن امشي كده او امشي كده فيبقى فين النهاية او فين ابعض نقطة ابعض نقطة هنا يبقى دي دي النهاية لو انا بدأت من النقطة دي علشان اوصل للنقطة اللي هنا هاخد زمن قد ايه هاخد زمن تي طيب لو عايز اوصل هنا هتقول لي ما المسافات دي قد بعضها يبقى هاخد نفس الزمن ايه تي فعشان كده بيقول لو انت عايز تروح للمكان الاول او المكان السابع او المكان اللي احتاشر او المكان المية وتسعين ايا كان المكان اللي انت عايز تروح له انت هتقطع نفس الزمن اللي اسمه تي فعشان كده اسمه الوصول العشوائي اوصل لأي مكان انت عاوزه تمام مش الوصول بالترتيب يعني ايه فيه انواع تانية من الميموري زي شريط الكاسد تمام لو حد منكم نتعامل معاه شريط الكاسد عشان اوصل للاغنية التانية لازم اعدي على الاولى لازم يبقى هوصل للأولى اسرع من التانية وهوصل للتانية اسرع من التالتة اه ده اسمه سيريال بقى تمام ده كده تتابعي ده وصول تتابعي تمام لكن هنا لا الوصول عشوائي يعني ايه عشوائي يعني اي مكان انت عاوزه انا هوصلك ليه فاصبح الوصول لأول مكان هو نفسه زمن الوصول لآخر مكان هو نفسه زمن الوصول لأي مكان في النص فعشان كيف اسمها ايه random access تمام لكن هيها زاكرة منظمة جدا ومرتبة وكل العنوين فيها ماشي بالترتيب واحد اتنين تلاتة عادي جدا جميل طبعا الرام او الميموري عامة بتختزن جواها مجموعة من اليه من البيناري داتا فالبيناري داتا بالنسبة لنا بتبقى 0 او ايه او واحد تمام كلمة بايناري تمام يعني نظام ثنائي فالنظام الثنائي بيعتمد على رقمين هم الصفر والايه والواحد او فقط جميل اه بيبقى جواها الرام جواها حاكتين البرنامج اللي انا اشغل عليه والداتا اللي انا هشتغل عليه يبقى الرام جواها حاكتين ال data تمام اللي انا اشغال عليها وال instructions اللي انا ايه اللي انا هنفزها خلاص انا قلت لك الميموري جواها كل اللي ايه الكمبيوتر محتاجه عشان يشتغل طب الكمبيوتر عشان يشتغل محتاج ايه محتاج يعرف ايه الاوامر اللي هيشتغل عليها فالاوامر دي موجودة في الميموري طيب ما هي الاوامر دي لما هتشتغل انا عايز اجمع مسلا العددين اللي هجمعهم دول موجودين فين برضو هتلاقيهم موجودين فين هتلاقيهم موجودين في الميموري جميل ما كان بكلم عن فبيبدأ يقول ان انا عندي الابليكيشن ده اي بقى تمام اي انت شايفه قدامك اي مجموعة مايكروسوفت اي لعبة اي برنامج موجود عندك بيشتغل اي انت بتشغله اي حاجة دي اسمها اه جميل اه برامج بتشغل افلام مش الفيلم نفسه يعني اه تمام اه الوبراتينج سيستم ويندوز لينكس يونيكس مكنتوش كل ده اسمه ايه الوبراتينج سيستم جوه حاجة اسمها اللي هو دي الحاجة اللي انت بتشوفها بعينك يعني بتاع جوجل كرو مثلا فيه فوق سيرش في مش عارف في الجنب ايه في ميموري في دا ونلود في كزا في هستري الحاجات اللي انت دخلت عليها قبل كده فده الايه الانترفيس اللي انت بتشوفه تمام اه في جوه الويندوز حاجة خاصة بالفايل تمام ادارة الملفات اللي موجودة ازاي تقسم فولدرات وازاي توصل من دل ده ولما تدوس باك يرجعك فعلا على الفولدر اللي قبله وكصة بتاعت اه الهندلنج بتاعت الفايلز لما تعمل دليت حيروح فين لما تعمل استورات روح فين لما تعمل كابي لما تعمل موف كل دي اوامر خاصة بعملية الايه بعملية الفايلز بعد كده اه يعني اكيد طبعا مش منطقي خالص ان انت توصل اه السماعات على مكان معين اه لما تيجي عاوز ان انت تنقل حاجة بالفلاشة تلاقي ان الحاجة اللي تنقع على الفلاشة تطلع من عند السماعات مش تسمع حاجة صحيح بس هتسمع واش ممكن تحلق السماعات اصلا تمام فطبيعي الحتة بتاعت كل جهاز مكانه فين وكل جهاز بتاعته ايه وكل جهاز لما اعمل ايه هيروح له امتى تمام فطبعا دي عملية مهمة جدا في اه الكيرنل الكيرنل ده هو الحاجة اللي بتهندل او بتنظم العمليات اللي بتتم جوه من ناحية يعني انا لو عندي تلات اربع عمليات بعمل في نفس الوقت فالتلات اربع عمليات دول فيهم احد بيحتاج ちょっと مدة زمنية معينة وبعدين بيسيبه وبعدين بروسوسور روح يعمل حاجة تانية وبعدين يسيبها وبعدين يرجع للأولى وبعدين للتانية ويرجع للأولى فحت الجدولة دي تمام هو هيسيب هنا ويروح هنا ويسيب هنا ويروح هنا فطبعا دي متحتاجة حد يبقى مسؤول عنها خلل مسؤول عنها هيبقى الكيرنل. الكومينيكيشن والكونيكشن اللي بتحصل ما بين البروجرامز المختلفة اللي موجودة مسؤول عنها الكيرنل برضو. والسيكيوريتي بتاعت الجهاز بتاعك او بتاعت السوفتوير بتاعك عامة برضو بيبقى مسؤول عنها الكيرنل. اه بعد كده ده برضو من ضمن الحاجات المكونة للايه? لا السيستم بتاع الكمبيوتر. طيب اه الكمبيوتر بيبدا يتكلم عن الكمبيوتر بقى. اول حاجة الهاردوير. فبيبدا يتكلم عن التشانيل. فالتشانيل بتاعتك بتبقى حاجتين. يا اما اه فيزيكال. تمام? يا اما حاجة اه فيزيكال. تمام فيزيكالي زي ايه? زي مثلا اه كابل النت اللي داخل البيت عندك. تمام? سواء كان بقى نحاس سواء كان فايبر. تمام? اه يعني برضو مش لو انت بتتكلم مش في كمبيوتر زي مثلا اه سلك الدش. اللي بينزل من طبق الدش لحد لحد تلفزيون. ده برضو عبارة عن تمام? فالتشانيل هي اي حاجة بتوصل ما بين حاجتين. تمام? يا اما بقى نحاس زي الايه? زي الوايرلس. يبقى هو اصلا ايه? اه عبارة عن الهوى. والهوى بينقل الموجات. فده اسمه ايه? اه وايرلس ايه? وايرلس كوميونيكيشن. تمام? وايرلس يعني بدون كابلات يعني. اه بعد كده الانترفيس هاردوير. تمام? اه الانترفيس هي الحاجة اللي بتوصل ما بين حاجتين. تمام? يعني حاجة بتفهم الاتنين. خلاص? يعني تخيل ان في واحد بتكلم عربي واحد بتكلم انجليزي. بين الانترفيس. في واحد واقف في النص بيفهم عربي انجليزي. يعني واحد ياخد الانجليزي يحاوله عربي واحد ياخد العربي يحاوله ايه? الانجليزي. تمام? فالانترفيس مسلا اه زي اللي في الجهاز بتاعك أو في اللابتوب اللي أنت بتحط فيه كابل النت دي اسمها النيتورت كارد انترفيس تمام طب أنا محتاجها في ايه الحاجة اللي بتزهر قدام عينك ان انت شايف الصور انت شايف الماتش اللي بتفرج عليه انت شايف اليوتيوب تمام فأنت شايف صور بشايف حجبه تتحرك تمام طيب هل الكابل ماشي فيه صور خلال الكابل ماشي فيه حد بيتكلم? هل الكابل ماشي فيه اه لعبة بتلعبها? لا الكابل ماشي فيه حاجات صفار وحيد. فاذا النتورك انترفيسي اللي موجودة هي بقى اللي بتحول الحاجة دي من الصور والفيديوهات والحاجات اللي انت بتعملها للصفار والوحيد او العكس من الصفار الوحيد تجهزها لك وترجعها لك ان هي تبقى جاهزة تتعرض على الايه? على الشكل المناسب ليه? جميل. اه السوفتوير طبعا الكونيكشن والفلوف داتا. ده طبعا نفس الكلام اللي احنا قلنا فوق. الكمبيوتر سيستم طبعا يعني الكلام بدأ يقرر نفسه. ان انا عندي طبعا الكمبيوتر بتاعي ممكن يكون فيه اكتر من سي بيو. بتسمع دلوقتي عن وفيه كمان. تمام? فده عدد يعني ده عدد السي بيو. تمام? جوة وحداشر سي بيو سبعة سي بيو كل واحد بيعمل مختلفة. اه الميموري. يعني عندي ميموري. انا قلت لازم يكون فيه ميموري. اه الامبوت اوتبوت. علشان تقدر تتعامل مع الجهاز ده. لازم يبقى عندك امبوت واوتبوت ديفايسز. يعني ممكن ممكن نقول ان هي ضرورية وممكن نقول انها مش ضرورية. يعني على حسب الامبليكيشن نحن شغالين عليه. تمام? لو انت بتتكلم عن كمبيوتر كمبيوتر زي الجهاز اللي انت بتشتريه. فهه تمام? او عمتا يعني ده حاجة مهمة جدا نسبوع موجودة. لكن في تانية زي العربية مسلا. ما العربية دي جواه كمبيوتر. لا مش لازم تمام? بيكتفوا ان يبقى فيه ميموري بس موجودة. تمام? بتختزن الايه? البيانات بتاعتك والحاجة اللي انتو شغل عليه. تمام? بالمهم مش هنخلش في تفصيل دي الوقتين. اه دي امسلة على الكمبيوتر اتش بي لابتوب. ده لابتوب. وده الميم فريم. تمام? دي اشكال يعني الكمبيوتر. اه بتكلم عن عملية جوه الكمبيوتر. اه معلش? فكلمة آآ فبيقول آآ آآ فمستلح عن مثلا عندنا في الكمبيوتر بيبقى على حاجة الضمنية. يعني حاجة مش موجودة حاجة مش موجودة فعليا ولكن لما تيجي تبص على تأثيرها تلاقي موجود. يعني مسلا اكيد في حد منكم مجرد في مرة انه هو عاوز يشغل مسلا. حاجات لي علاقة بالاندرويد على اللابتوب. فما ينفعش فيقول له ايه? آآ نزل آآ في نزل كأنه منفصل على الجهاز بتاعي. ثانية واحد بس هو بتاع الجهاز بتاعي ايه? فتنازل اندرويد. عشان تشغل ليه علاقة قبل ايه? بالاندرويد ومشتغلش غير على الموبايل مسلا يعني. تمام? فده الفي ام ده باختصار يعني. فطبعا بيقول اه آآ اه تمام يعني هو مش موجود حقيقة يعني ولكن هو تأثيره موجود. تمام? بيقول او بيحصله يبقى انت بتعمله تمام? على حسب النيد اللي انت محتاجة. فيه عندنا هنعرف بعد كده ان هنعرف بعد كده ان هنعرف بعد كده ان هنكلم عنها تمام او الميموري اساسية كانت الرمات هتعرف بعد كده هنكلم عنها. ايه طبعا اللي فيه عندنا الفيرش والنتورك. تمام فيه حاجة اسمها جوافا. ده لما تيجي تشتغل على برامج معينة او حاجات معينة هتلاقي بيحتاج منك ان انت تسطب مجموعة جوافا يعني جي دي كي والحاجات بتاعتك كلها. عندنا حاجة اسمها بروتوكولز. طبعا البروتوكول ده خاص باي وكلمه هي يعني اللي اختراعها البشر. وبعد كده طبقوها على الكمبيوتر يعني زمان كانت الناس حتى للتعامل مع بعضها. تمام? يعني زمان كان يقولك الابن يتكلم مع ابوه ازاي? الابن يتكلم حد جاي البيت ازاي? في ال اسمها او اداب ايه? اداب التعامل. يعني بعد كده الموضوع بقى اكبر من كده الدول دي تتعامل مع بعضها ازاي? فيه مسلا ان الدولة دي قوية. فتلاقي مسلا ان اي حد بيتكلمها لازم يكلمها او يبعت خطاب يبعت خطاب باسلوب محترم باسلوب في مسلا تزلل شوية باسلوب في اظهار قوة اللي قدامك شوية علشان ما يستفزوش. تمام? فده اسمه الايه? التعامل. خلاص? طيب. اه فعلى الاساس ده برضو لما جي حصل ان احنا عندنا الكمبيوترز والكمبيوترز دي هتكلم بعضها ده هيكلم ده وده هيكلم ده وده موجودين مع بعض في نفس النتورك لأ في ناس في نتورك برة اه الكمبيوتر وبعض ها في عندي في عندي سريعة في عندي بطيقة اذا كان لازم من وجود بروتوكول يحكم ما بين مكونات الجهاز نفسه وما بين ايه الكمبيوتر والكمبيوترات اللي برة. فهنا بيدي مسالة هو على ما بين الاجهزة وبعضها زي تمام هو تلاويب سيرفر بيكلم ويب بروزر تمام? فهو يعني او لو بتكلمه بين نتورك و نتورك تانية عندي اكتر من نتورك بيكلمه بعض. فبيستخدموا البروتوكول اللي اسمه تمام? اه الساتة اه الساتة ده يعني ممكن يكون لفظه قديم شوية اللي هي الهاردات القديمة. كان في عندنا زمان هاردات اسمها هاردات ساتة. تمام? كان بتنقل الايه? يعني لو انت عايز تنقل حاجة من الكمبيوتر لكمبيوتر كان ناس تجيب هارد ساتة ده وينقلو بي. تمام? والار اس اس والاس اي بي. كل دي بروتوكولز جديدة. تمام? اه لنقل الايه? البيانات او التعامل ما بين الايه? او النيتورك اللي موجودة ونيتورك اخرى يعني. اه هي الموجودة ان احنا عندنا تمام? اه يبقى احنا عندي تكامل او كل الداتا اللي موجودة في مستار عالم كلها فاهمة بعضها. يبقى الناس كلها بتمشي على واحد. تمام? تخيل ان كل دولة بتصنع كمبيوتر بمزاجها. لما يجي تاخد انت كمبيوتر من البلد دي ما يشتغلش عندك. طب لما نيجي نخلي فيه بقى ايه? يلا نعمل الانترنت. وكل الكمبيوترات تكلم بعضها تلاقي ان مستحيل الحاجات دي تكون اكتب على نفس الايه? على نفس الشبكة. فهنا احسن مشاكل لا. طب لو في موجود وكل الناس ملتزمة بيه. يبقى مش مهم نصنع الجهاز اي شكل انت عاوزه. حط الشكل اللي يعجبك. ابدع في الشكل اللي انت تعاوزه. بس في النهاية انت ملتزم بالسطاندرد اللي خليك متوافق مع بقى الايه? مع بقى الاجهزة اللي موجودة في الكوكب بتاعنا. ايه يعني يبقى فيه حاجة منظمة او هيئة مسؤولة عن يعني. فبيقول مسلا زي في عندنا موجود دلوقتي هي الجافا او 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 السيكوال او السي بلاس بلاس سي شارف جافا ايا كان. اه الدسبلي تمام? يعني اه طرق عرض البيانات مسلا او الحاجات اللي هي الشائعة اللي الناس ممكن تبقى عارفها. تمام? اه ولكن لو بتكلم ناحية الفيديو بقى في اللي هو تمام? والجي بي اي جي والجيف تمام? كل دي حاجات خاصة بالدسبلي بالعرض. الكاركتر تمام? ازاي نعبر عن الحروف واللي هتكون منها الجمل بعد كده. ده اشهر النظم اللي موجودة فيه عندك بقى تمام? وال تمام? اه المالتي ميديا بقى تمام? منها برضو تمام? وال تمام? وال تمام? وال وال في عندك حاجة كتير قوي يعني بس المهم اه الخلاصة الى امثلة ملهاش لازمة. الخلاصة هنا اول اهم هنا ان انت تبقى عارف ان انت عندك اكتر من طريقة اه تعبر بها عن اكتر من حاجة يعني. تمام? والمهم قصة ان الحاجات دي كلها اتعاملت ليه? علشان الناس تبقى ملتزمة بشكل معين تشتغل على الاساس بتاعها. تمام? اه هنا بيحط لك اه يعني شوية مراجع كده ان ان انت تبص عليها يعني. وده الشباتر بتاعتنا. تمام? اللي هنمشي على الاساس بتاعها. اه هنا بيبدأ يكلمك بقى عن فيقول اه ان سنة الف ستمائة اتنين واربعين كان فيه يعني خاصة بالعملات الحسابية بس. تمام? كنا نسموها على حزبة يعني. بس على حزبة قديمة شوية. اه بعد كده يعني موضوع تطور بقى و اه وبعد كده اختارها حاجة اسمها اللوم. تمام? بيستخدم تمام? يعني بدل ما هي كانت ميكانيكا الماشين. يعني بيحط كروت كده معينة في اماكن معينة. تمام? ويحرك الكروت دي ويطلع الكرت ويدخل الكرت كده. فيبدأ يعمل عمليات حسابية على اساس الكروت اللي هو بيدخلها. وبعد كده طبعا الموضوع فادل يتطور لحد ما وصلنا في النهاية ان احنا عندنا اول كومبيوتر موجود اهو فرست الكترونيك كومبيوتر. تمام? اه ده كان سنة سبعة وتلاتين. اه بعد كده اه تطور الكمبيوتر ده طبعا كان اول حاجة كان بيستخدم فيه الفاكيوم تيوبس. تمام يعني ده كان بيستخدم فيه تمام? بعد كده لما تطور بيستخدم الفاكيوم تيوبس. لما كان بيستخدم هنا يعني محتاج بس تبعى عارف ان انت لو عندك شقة كبيرة. تمام? الشقة دي كلها كان بتبع عبارة عن جهاز كومبيوتر. يعني الجهاز الكمبيوتر ده لما كان بيتعمل كان بيتحط في شقة. تمام? اه كان بيبقى ليه محول كهرباء اه خاص بالواحده. تمام? يعني بيبقى اه يعني ليه كده ايه مركز الحاجة كده تديره كهرباء ليه هو الواحده بس. تمام? اه بعد كده جي حاجة اسمها تمام? ده اول كومبيوتر. يعني مش خاصة بعنات الحسابية بس لا يقدر يعمل اكتر من حاجة. بعد كده جيه اللي هو اللي موجود لحد دلوقتي. اللي هو تقسيمة الكمبيوتر بقى ده كان اول تعمل. ولسه موجود لحد اه دلوقتي. بعد كده بقى فضلت تتطور بتاعت الكمبيوتر لحد ما وصلنا حاليا احنا في الجيل الخامس من الكمبيوترات. يعني بص ده اه تمام? تشوف شكله عامل ازاي? ده الانياك. اللي هو لما كان فيه تطور. ده انسانه. ده ده الانسان هو دي ابعاده. كل ده كل ده كده ده كل ده كمبيوتر. يعني كل الحاجات اللي انت شايفها في القوضة دي كلها. تمام? كل ده الكمبيوتر. طبعا كان بيبقى بحجم شقة. بيبقى جهاز ضخم ضخم جدا يعني. تمام? اه تعتبر يعني. تمام? اه هو نفس بيقول لك هنا هوت ان اي بي ام سبعمائة واحد. ده يعتبر كان من اوائل اللي تعملت يعني. اه بعد كده بيتكلم عن بيكمل كلامه يعني. فبيقول ان اي بي ام برضو هي في التطور هيكت اصلا هي الرائدة في المجال ده. لحد اه اتنين وستين. اه ام اي تي بروجيكت اه ماك عملوا حاجة اسمها الماك. وفضل الماك يتطور. تمام? الماك اوبراتنج سيستم. لحد ما بيوجود هو منفصل دلوقتي. اوبراتنج سيستم اه لوحده يعني. بعد كده عندنا حاجة اسمها اليونيكس. تمام? اليونيكس برضو هو اوبراتنج سيستم. اه اوبراتنج سيستم ده بيتميز انه هو يعني سريع شوية. تمام? اه. زي ما كنا بنقول. فهنا بيوضح لنا الحاجات اللي يونيكس بتقدمها. فبقول تمام? يعني نظام تدرج كده للفايلز. تمام? اه فولدر كبير جواسة فولدرز وكده. بستقدم حاجة اسمها الشيل كونسب. بتاعة بتاعة الحاجات اللي ات عايز تعملها. تمام هو يعني على اللي موجود. طيب يكلم عن الجي اي دي يا جماعة اللي هي سطح المكتب اللي موجوده قدامك دلوقتي. اه زمان ما كانش فيه حاجة اسمها سطح مكتب. كان اي حد عايز يعمل حاجة. هو عارف الامر بتاعها. فبيدخل يكتبه. بصبع الموضوع كان معقد صعب جدا يعني. يعني عشان كده كان الناس محدودة او اللي بتتعامل مع الكمبيوتر. لكن دلوقتي بقى جي اي سهل. في رسمة لسطح المكتب. في رسمة لماي كمبيوتر. في رسمة للريسايكلبن. في رسمة الكروم. في رسمة الافاس. في رسمة للبيز. في رسمة الفيفا. كل واحد تقريبا. حتى لو مش بيعرف يرى ممكن يبعرف الحاجات كلها. يقدر يوصل اللي هو عاوزوه من خلال تتبعه. لشكل الرسومات اللي هو ايه عارفها يعني. طبع ما عموجود بها الماوس تمام? فالماوس بدأ يتحرك. تمام? وشكل الماوس اللي موجود نوعا بيتساهم بيتحرك معك بيشاور معك على اللي انت عاوزو. تمام? اه بعد كده بقى فيه تمام? اه ده كان طبعا بيستخدم نظام الدوس. اللي هو اه سيستم. طبعا دي كشاة سودة. شاة سودة بس بتكتب عليها شوية اوامر كده بتطلع لك شوية الحاجات اللي انت عايزها يعني. بعد كده ظهر بقى الويندوينج سيستم بدأ يظهر الويندوز. فطبعا بدأ من اول ويندوز اه تو ويندوز سري ويندوز خمسة وتسعين وتمانية وتسعين واكس بي وفستا لحد ما وصلنا مؤخرا دلوقتي عندك ويندوز سيفن وات ويندوز ناين ويندوز اليفن فكل دي كانت عبارة عن تطور اللي احنا بنشتغل عليها. اه الكوميونيكيشن طبعا اه برضو بيدي شوية اه كده عن اه تطور عملية الكوميونيكيشن زي ما بدأ ان الناس كانت اه يعني حمام الزاجل زمان لو كان يبعثوا بيه رسائل بعد كده اه التليجراف تماما اللي هو حاب بياخد جوابات من المكان ويسافر بيها يوزعها على البلاد بعد كده البسطة بعد كده اه التليفون الارضي كان ده الكوميونيكيشن بعد كده فضلت تطور اه الكوميونيكيشن اه المستخدمة والكوميونيكيشن سيستم اللي موجودة تمام? لحد ما بقى بالشكل اللي موجود عندنا دلوقتي اللي هو الانترنت تمام? طيب اه طبعا هنا بيقول بقى اه تمام؟ ده في السبعينات بعد كده اخترعوا الهوست نيم تمام؟ ده يعني اللي هو الات تمام? اه بعد كده بقى في اكتر من طريقة للكوميونيكيشن بعد كده اخترعوا بقى اي بي اي بي ايه بعد كده بيقول ان هو اخترع الورلد ويب اه الورلد ويل دابي 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 دابيو تمام؟ ده برضو ده اشغر بقى موجود دلوقتي عشان ناس تكون مع بعضها يعني. ده بتاعة المحاضرة خلاص ما ما فيش حاجة تانية. طيب اه انا بالنسبة لي عشان الناس نرتاح مع بعضه من دلوقتي. اه احنا نتكلم في في دلوقتي دي مدة مثلا خمسين دي طبعا سيشان هينزل لها ساماري. تمام؟ الساماري هيبقى ابسط من كده بكتير ان شاء الله يعني. ولكن كده احنا اغطينا مع بعض كل تفاصيل المحاضرة. اه كل واحد اه ابدأ من دلوقتي يعني اعمل كشكول الخاص بالمادة دي. اه مش عايزة تاخد الساماري اللي احنا بنزله ان هو ده اللي يتزاكر. انا عايزة تاخد تعمل الساماري للحاجة دي واحنا بنشرحها. يعني وليكن مسلا دي عبارة عن تلاتين سلايد. انت لو عملت لها ساماري جمعت النقط المهمة. العناوين اللي هم اللي بنقاف عندها. في حاجة انا اقول دي مش مهمة فانت بتعديها. فانت بتجمع بس المعلومات المهمة اللي تقالت مع الفيديو وهو شغال. فانت تقدر ان انت تطلع دي كلها في ورقتين. في تلات ورقات. يعني لو كشكول كبير. تمام? تقدر تجمع المحاضرة دي كلها في تلات ورقات. طب فاتخيل دلوقتي لو انت عندك كزا محاضرة عدين عليها بعد كده كل مرة مع الفيديو بتاعها. انت بتقدر تعمل كده. فانت هتقدر في النهاية يبع عندك كشكول مسلا في تلاتين اربعين ورقات. تلاتين اربعين ورقات ده المنهج. يعني منهج كله. فتقدر في النهاية في ليلة الامتحان كده تجيب وتذكر منه. يبقى انت لميت الدنيا كلها. تمام? اه بالتوفيق يا رب شباب. ولو حد عنده اي مشكلة او اي سؤال ابعت على جروب المادة على طول كده اي مشكلة عندك. تمام? ولو عندك اي سؤال في حاجة تخصك انت او في اه انت حسن دي نتائها شوية او انت محتاج تعرف. معنى حاجة معينة اه مفيش اي مشكلة خالص. اه يعني تمام? وما تلاقش يعني هرد عليك على طول ان شاء الله يعني. واتمنى تبقى يعني سنة موفقة كده وان شاء الله ربنا يوفقنا معاكم ويوفقكم يا رب في كل المواد بتاعكم ان شاء الله يعني. موسيقى